اشتركوا في القناة منذ ذلك التاريخ يتم الاحتفال سنويا في ذكرى يوم الأرض كرمز للتمسك بالأرض الفلسطينية والتجذر فيها وعدم تركها والتصدي لكل محاولات مصادرتها وكل محاولات انتزاعها من أهلها منذ ذلك التاريخ يوم الأرض في كل عام يؤكد الشعب الفلسطيني عبر ما يقوم به من احتفالات ومن فعاليات للتمسكه بأرضه وإصراره على العودة إليها وعلى التجذر فيها وعلى الدفاع عنها بالدماء وبكل ما أوتي من قوة وفي ذكرى يوم الأرض سيخرج الفلسطينيون في مسيرات شعبية يبعثون فيها رسالة للمحتل وللعالم بأسره بأن حق العودة للأرض لا يمكن أن يسقط بالتقادم الشعب الفلسطيني متمسك بهذا الحق إلى أبعد الحدود ومصر على العودة إلى أراضيه وقراءها التي هجر منها ولكل من أبناء الشعب الفلسطيني خريطة ومفتاح وتخيل لمنزله وأرضه يتم نقلها من الآباء إلى الأبناء من الأجداد إلى الأحفاد إحياء والذكرى يأتي في وقت يشهد فيه الفلسطينيون تماد الاحتلال الإسرائيلي في نهب أراضيهم وممتلكاتهم نهيك عن انحياز الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني الوضع الحالي هو من أحلك الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في ظل انحياز الإدارة الأمريكية للمطالب الإسرائيلية بشكل كامل واتخاذ الرئيس الأمريكي قرارات غير محسوبة وقرارات هوجاء منها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل منها نقل السفارة الإسرائيلي الأمريكية إلى القدس هذا أدى إلى اختلال في الموازين أدى إلى اعتبار أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا نزيها ولم تعد وسيطا ولن نقبل بها بعد ذلك راعيا لأملية السلام فلسطين عنوان الصمود وقصة شعب روى ولا يزال يروي بدمائه أرضا يتمسك بها ولا يرضى بغير تحريرها اشتركوا في القناة